تسابق إدارة ترامب أسابعها الأخيرة لتفرض ضوقا من النار على رقبة النظام الإيراني حيث أصبحت حزم العقوبات الأمريكية على إيران نشاطا يوميا لإدارة ترامب آخر المستهدفين مؤسسة مستضعفان التي يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنئي بالإضافة إلى عقوبات على وزير الاستخبارات الإيرانية وعشرات الكيانات والأفراد وتشكل العقوبات حسب الخارجية الأمريكية جزءا من الضغوط التي تؤدي إلى تشكيل حلف شرق أوسطي جديد يجمع البلدان التي تعاني من عواقب العنف الإيراني وبينت أن تخفيف هذا الضغط خيار خطير ومن المحتم أن يضعف الشراكات الجديدة من أجل السلام في المنطقة ويقوي إيران فقط وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه قبل حملة الضغط كانت إيران تصدر ما يقرب من مليونين ونصف المليون برميل من النفط يوميا بينما تكافح الآن لتصدير ربع هذا الحجم مؤكدة أنه منذ شهر أيار عام 2018 حرمت واشنطن النظام الإيراني من الوصول المباشر إلى أكثر من 70 مليار دولار من عائدات النفط وبموازاة العقوبات الاقتصادية تواجه إيران تضييقا على مسارها النووي حيث ضغطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيران لتقديم تفسير نهائي حول مصدر جزيات اليورانيوم التي عثر عليها قبل نحو عامين في موقع سري أمام هذه الضغوط تحاول إيران إغراء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي حيث جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف التأكيد على استعداد بلاده للعودة السريع إلى الاتفاق النووي شهر الطرف العقوبات فقط بعد أن اشترط مسؤولون إيرانيون آخرون دفع تعويضات أيضا أيام عصيبة تمر على النظام الإيراني يحاول خلالها تحمل ثقل العقوبات وامتصاص أي صدمة جديدة بانتظار قدوم إدارة بايدن التي يأمل في أن تشكل له طوق نجاة من الهاوية